شاهد السادس عشر من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله العنوان السادس عشر أو شاهد القرآني السادس عشر من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله قال العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إذن هذه هي أيام الله وهنا أيضا عندي خروج وإخراج من الظلمات إلى النور وأيضا قبل هذا كان عندي خروج وإخراج من الظلمات إلى النور إذن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد هل يحتاج الله سبحانه وتعالى هل يحتاج الله لإيمان زيد أو عمر أو بكر أو خالد أو جعفر أو مهند أو كريم أو سين أو صاد من الناس الله غني عنهم الله غني عن الجميع فمن كان مع الله فمن كان لله فمن كان في طريق الله هل يحتاج إلى إيمان الناس هل يفتقر إلى إيمان الناس أو هو غني عن الناس غني عن الجميع لأنهم مع الله سبحانه وتعالى فهل النبي يحتاج إلى إيمان الآخرين إيمان الصحابة وغير الصحابة؟ هل أهل البيت يحتاجون إلى إيمان الصحابة وإيمان الشيعة وغير الشيعة؟ هل الصحابة يحتاجون إلى إيمان غيرهم هل الصحابة يحتاجون إلى إيمان الآخرين إلى إيمان باقي الصحابة إلى إيمان التابعين إلى إيمان تابعي التابعين إلى إيمان الناس التي تعيش في هذا العصر في هذا الزمان هل أئمة المذاهب هل العلماء هل الأولياء هل يحتاجون إلى إيمان الأتباع إلى إيمان المقلدين إلى إيمان الناس إلى كثرة المؤمنين وهم الأئمة الصحابة الأنبياء الأولياء هم مع الله هم في طريق الله الله غني عن العالمين المؤمن السائر في طريق الله غني عن العالمين فهل يحتاج عليه سلام الله على عليه إلى كثرة المتشيعين والشيعة هم يحتاج أبو بكر وعمر هم يحتاج الخلفاء إلى كثرة المتسمين والسمة هم يحتاج علي وأبو بكر وعمر وباقي الصحابة هم يحتاجون إلى كثرة الأتباع إلى كثرة من يتشيع لهم من كان في طريق الله من كان مع الله فلا يحتاج إلى الناس فهو غني عن الناس قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد يعني أن موسى عليه السلام غني عنكم لا يحتاج لهذا الإيمان لأنه مع الله الله غني عنكم فموسى غني عنكم فمحمد صلى الله عليه محمد محمد غني عنكم فأهل البيت في غناء عنكم الصحابة في غناء عنكم يقول تعالى ألم يأتكم مرأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادل وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ إذن وصف لحالة وصف لواقع الرسل والكلام عن الرسل وعن عنوان عام يشمل الرسل وصيغة الجمع استخدمت في الخطاب القرآني بخصوص الرسل وأيضا بخصوص الأقوام قال ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وقال جاءتهم رسلهم بالبينات إذن يتحدث عن مجموع الرسل وعن مجموع الأقوام عن مجموع الممثلين للخط الإلهي والرسالة الإلهية وعن مجموع الجاهدين والكافرين والمشككين الخطاب كأنما الخطاب هو خطاب واحد تعددت الألفاظ والأساليب لكن المعنى هو معنى واحد جاءتهم رسلهم بالبينات هذا عنوان هذا معنى واحد ما هي النتيجة ما هو رد الفعل من كل الأقوام فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب بعد هذا أيضا كلام واحد معنى واحد برغم من اختلاف الأزمان والأماكن والألفاظ يقول قالت رسلهم أف الله الشك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إذن الجميع قال قال ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى إذن كل الإجابات كانت تتضمن هذا المعنى تتضمن التأجيل مع الصبر إذن يوجد صبر ويوجد تأجيل يوجد انتظار قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين أيضا إجابة واحدة قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذن التوكل على الله والسلطان يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى على يد هذا الشخص أو على يد ذاك الشخص على يد هذا النبي أو ذاك النبي هذا الإمام أو ذاك الإمام هذا الخليفة أو ذاك الخليفة وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون لاحظ سبل عديدة أنبياء كثر وأم كثر وأولياء كثر والطريق واحد سبل كثيرة لكن كل السبل الصحيحة النقية التقية تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى توصل إلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون أقول هنا أمور بالإضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل أقول هنا أمور الأمر الأول أليف الخطاب في النص القرآن الشريف غير مختص بالمؤمنين فالجائب بعنوان الناس والقوم إضافة إلى أن فعل الهداية والإخراج نصب إلى النبي الرسول إلى موسى وخاتم الأنبياء والمرسلين عليهم وعليه وآله الصلاة والتسليم فلم ينسب ذلك إلى الله تعالى بالمباشر أو بالمباشرة قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج خطاب وتوجيه وتبليغ وإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس لتخرج الناس من الظلمات إذن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ولقد أرسمنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور إذن يا موسى سلام الله على موسى أيضا هذا خطاب لموسى وتوجيه وإرشاد لموسى وأمر لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكن نبأ الذين من قبلكم لاحظ من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود إذن تحدث هنا عن قوم وذكر عنوان القوم أيضا الآيات السابقة قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولقد أسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك إذن عندي الناس عندي قوم عندي قوم نوح وعاد وثمود وعند الذين من بعدهم إذن ألم يأتكن نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا أننا كفرنا بما رسلتم به وأننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أف الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إذن استعمال واستخدام لألفاظ فيها أموم فيها عنوان الناس عنوان القوم والأقوام إذن عندي قلنا هنا أمور الأمر الأول أليف قلنا الخطاء في الناس القرآن يشارف غير مختص بالمؤمنين فجاء بعنوان الناس والقوم نجد في سورة البقرة خطابا موجها إلى المؤمنين نجد في سورة البقرة خطابا موجها إلى المؤمنين وأن فعل الهداية والإخراج أيضا في تلك الآية في سورة البقرة وأن فعل الهداية والإخراج من الظلمات إلى النور نسب إلى الله تعالى مباشرة وليس لنبي ولا لرسول ولا لكتاب سماوي قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نحظ هذا الخطاب في سورة البقرة ماذا قال قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إذن الآن الفعل ينسب مباشرة إلى من ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وإخراج من الظلمات إلى النور لأي سنف من الناس للمؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت التفجيرا إذن الخطاب هنا يختلف يفرق عن الخطاب هناك هذا ضعجين أقول يستفاد من المعاني القرآنية على أن اللعنة والنور معاني نسبية فممكن أن يكون الشيء نورا بالقياس إلى ما هو أدنى منه فيما يكون نفس الشيء ظلم بالقياس إلى ما هو أرفع وأعلى منه فعندنا مرحلة نور وإيمان تترتب على فعل الرسل وإخراجهم للناس من الظلمات ويكون ذلك النور بمثابة ظلم يكون فيها المؤمن فيعتاج إلى تدخل إلهي وفعل إلهي لإخراج المؤمن من تلك الظلم إلى النور الأرقى والأجلى وهذا المعنى والتدرب في الإيمان والرقي في النور يحتمل أن يراد به أو يرجع إليه معنى الاهتداء الذي يترتب على الإيمان إذن عندي التبت جيدا عندي ظلم يتدخل الرسل يتدخل طريق الهداية الإعاز التوجيه الإرشاد ينقل الناس ينقل القوم الأقوام الناس ينقل هؤلاء من الملمات إلى النور بعد هذا صار المؤمنون في نور لكن هذا النور بالقياس إلى نور أرقى وأجلى منه وهذا عبارة عن ظلمة هذه ظلمات مقابل ذاك النور وتلك الأنوار القدسية الأجلى والأنقى والأرقى والأقدس هنا يأتي الجعل الإلهي الفضل الإلهي النعمة الإلهية فترتقي بهذا المؤمن إلى النور الأعلى الأرقى الأنقى الأقدس وقلنا من تطبيقات هذا النور هو الاهتداء إلى الإمام إلى خط الإمام إلى الولاية إلى ولاية أهل البيت إلى معرفة الإمامة إلى معرفة الولاية إلى معرفة الولي إلى معرفة الإمام إلى الاهتداء بالإمام والتمسك بالإمام والثبات على خط الإمام أي الإمام حسب المعتقد حسب الأطروحات حسب الدليل الذي وصل إلى الإنسان حسب عقل الإنسان وذهب الإنسان وثقافة الإنسان وظروف الإنسان وحياة الإنسان أقول جينيستفاد من المعاني القرآنية أعلا أن الظلم والنور معاني يسبية فممكن أن يكون الشيء نورا بالقياس إلى ما هو أدنى منه فيما يكون نفس الشيء ظلم بالقياس إلى ما هو أرفع وأعلى منه فعندما مرحلة نور وإيمان تتلتب على فعل الرسل وإخراجه من الناس من الظلمات ويكون ذلك النور بمثابة الظلم يكون فيها المؤمن فيحتاج إلى تدخل إلهي وفعل إلهي لإخراج المؤمن من تلك الظلم إلى النور الأرقى والأجياء وهذا المعنى والتدرج في الإيمان والرقي في النور يحتمل أن يراد به أو يرجع إليه معنى الاهتداء الذي يترتب على الإيمان قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا توبة وإيمان وعمل صالح بعد هذا ماذا يحصل يوجد رقي آخر يوجد نور آخر يوجد نور أرقى يقول ثم اهتدى كما في سورة طه أذن فنور الاهتداء لولاية أهل البيت ولمهدي آخر الزمان يمثل النور الذي يتدخل الله يتدخل الذي يتدخل الله تعالى في جعله وتحقيقه والتفضل به على المؤمنين